اشتركوا في القناة وكانت بداية عملية الاقتراع في سفارة مملكة البحرين لدى اليابان في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت مملكة البحرين بتاريخ الثامن من نوفمبر وتنتهي في كل من سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والبعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مملكة البحرين بتاريخ التاسع من نوفمبر وقد حرصت وزارة الخارجية على بذل كافة الجهود اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع في الخارج تأكيدا لأهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية والمساهمة في تعزيزها وقامت وزارة الخارجية بقرار من سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزياني وزير الخارجية بتشكيل لجلة التحضير والإشراف على الانتخابات النيابية في البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج برئاسة سعادة السفيرة الدكتور محمد علي بهزاد وكيل وزارة الخارجية للشئون القنصلية والإدارية والتي عقدت أو عقدت ستة اجتماعات بهدف إنجاح العملية الانتخابية وضمان سيابيتها إضافة إلى التنسيق مع اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات وأكرت وزارة الخارجية أنها كانت على تواصل دائم مع البعثات لتيسير مشاركة المواطنين في الخارج من ممارسة حقهم الدستوري باختيار ممثليهم النيابيين حيث اتخذت البعثات الدبلوماسية كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة على قدر عالم من الجاهزية لإنجاح هذه المناسبة الوطنية المهمة وفي إطار الجهود التنسيقية المبذولة لاستدالات لانتخابات نيابية لمواطنين مملكة البحرين المتواجدين في الخارج أشرفت وزارة الخارجية على وصول صناديق الاقتراع ل37 مقرا دبلوماسيا للمملكة وذلك لمباشرة عمليات الاقتراع كما قامت أيضا بإرسال فريق مساند وداعم من موظفيها إلى البعثات الدبلوماسية في عدد من المدن وسعيا منها لضمان جاهزية أعضاء البعثات الدبلوماسية لأداء مهمهم بكل اقتدار قامت وزارة الخارجية بعقد عدد من ورش العمل وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لنجاح العملية الانتخابية وبناء على أهمية التأكد من سير عملية الاقتراع بكل يسر وأريحية وتنظيم شكلت وزارة الخارجية غرفة للعمليات بمقر الوزارة للإشراف والمتابعات على سير العملية الانتخابية بكل سهولة في كافة مقار البعثات الدبلوماسية للمملكة في الخارج حيث تم تزويد هذه الغرفة بشاشات تنقل وقاع عملية الاقتراع في أجواء تكفل النزاهة والشفافية ترجمة نانسي قنقر